موسيقى موسيقى السلام عليكم و اهله و سهلا بكم ان شاء الله تكونون كلكم خير و سحة و سلامة جيت لكم اليوم نتكلم موضوع جدا مهم وهو طريقة سريعة و سهلة و مضمونة ان شاء الله لزراعة الريحان و الاعتناء بهذا النبات الجميل طبعا الريحان مهم جدا يضيف اضافة جميلة وراقية لأي حديقة ان كان داخل البيت زراعته او خارج البيت ايضا من المهم انه تتبهون انه و اكو عدة انواع من الريحان ركزوا على نوع معين و زرعوه و ان شاء الله بالفترة القادمة تختارون نوع اخر حتى تظلون نجرمون بالانواع و سرعتكم يعني مجموعة من الريحان افضل انواع الريحان اللي ممكن انه تزرعوه هو الريحان الحلو سويت بيزل و يجي بعده ايضا الريحان الجينوبيس ممتاز جدا طبعا اهم معلومة حول زراعة الريحان من اهم الاشياء لازم تعرفوها هي الارض الارض هي الاساس التربة هي الاساس اللي تقيم او يعني تتحكم بالريحان اذا كان رح ينجح او رح يبشل من المهم انه تختارون موقع مشمس مهم جدا انه تختارون ارض اللي رح يزرع بها نبات الريحان ايا كان صنفه ايا كان نوع الريحان تختاروه نفس المعلومة رح تنطبق نبات الريحان بانواع المختلفة يفضل النمو بارض المعرضة لاشاعات الشمس الفترات طويلة ينمو بشكل جيد بالمناطق اللي تشرق فيها الشمس لمدة اقل شيء 6 ساعات بالاضافة الى هذا لازم تتبهون انه تراعون انه التربة تكون تراوح دغجة حموضة مالتها الحموضة مالتها عدها دغجة حموضة زيانة هذا الشيء غيزرع بها الريحان بين دغجة حموضة لازم تكون بين 6 الى 6 فارزة 5 ودرجة الحموضة اللي ذكرناها هي دغجة حموضة جدا مناسبة لنمو اغلب الخضروات والعشاب حتى تحصلون على هذا لازم تفحصون التربة تحطوها تمزجوها بالكمية اللازمة من الحجر الجيري ايضا من ناحية التجهيز تجهيز التربة تتكلمنا عن مميزات التربة والموقع حسنا نتكلم على تجهيز الارض لزراعة الريحان نبات الريحان يحتاج عوامل معينة حتى ينمو بافضل حال يحتاج تربة غنية بالمواد العضوية تربة جيدة التصريف قبل زراعة الريحان لازم نضيفون مواد عضوية للتربة تمزجوها جيدا وهذا الشي يلعب دور مهم جدا في نجاح الريحان لما تلعب مواد العضوية دور مهم ايضا بزيادة امكانية التربة الرملية على الحفاظ على الماء والتربة الطينية اذا تستخدموها يساعد هذا الشي على تصريفها تصريف من الماء جيد وساهم المواد العضوية ايضا انه تحسن قدرة التربة على حفاظ الاسمدة بيها المضافة الها وتستفاد من عدها فالمهم جدا انه تركزون على المواد العضوية مثل عندنا السماد الطبيعي عندنا السماد العضوي المشتقة من روث الحيوانات وايضا عندنا مستخلص لحاء شجغة الصنابر ايا كان الطريقة استخداروا طريقة واحدة ناس بكم واستخدموها طريقة زراعة نبات الريحان سهلة وسهلة نتكلم اليوم على زراعة نبات الريحان من بذور الطريقة المباشرة الطريقة الاكيدة لازم تتأكدون من انتهاء موجة السقيع قبل لا تزرعون بذور الريحان ستبدون هذه العملية زرعون البذور بالطربة بشكل مباشر زرعوها على عمق متساوي يبلغ نحو 0 فارزة 6 سم الكل منها وبعد فترة تتراوح ما بين 5 الى 7 ايام ستنبت ان شاء الله البذور بكل سهولة وبعدها ستنبت شتلة حتى هاي شتلة ستصبح ثلاثة واربع اوراق بعدين قح بفصل لما يصر تقريبا اربع اوراق على الريحان لازم تفصلون الشتلات مساحة تتراوح ما بين 15 الى 30 سم تقريبا وتزيلون بذور الزائدة اللى ما طلعت وتراعون انه تحافظوا على الطربة انه تكون دائما رطبة بدون مبالغة وتخلوها ايضا يعني تنظفوها من العشاب الضارة الغير مرقوم بها حتى يعني تنوا ان شاء الله بنجاح وتغطوها بطبقة روح سماكتها ما بين 5 الى 8 سنتيمتر تقريبا وتتكون من قصص عشبية او القش هذه كانت اهم المعلومات بخصوص زراعة الريحان من البذور وايضا تجهيز الارض للزراعة والتربة وايضا